أعزائي مشاهدين ورجعت لكم بعد الفاصل ومعايا طبعا منورني في الستوديو في فقرتنا التانية ولسه حدثنا عن التهاب الأعصاب الترفية معايا دكتور أحمد سمير استشاري علاج طبيعي وتأهيل مرضى الأطراف الصناعية وكمان دكتور آماد الباز استشاري جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري هنكمل حدثنا معاهم إن شاء الله عن التهاب الأعصاب الترفية ونبتدي حدثنا بدكتور عماد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك مبدئين يا دكتور كنت أتكلم مع دكتور رانيا عن التهاب الأعصاب الترفية وكيفية الوقاية منه إزاي يا دكتور المريض ما يوصلش لمرحلة البتر؟ تمام هو طبعا مريض السكر لازم يكون ملاحظ الأعراض اللي هي مثلا بيبدأ الأول بتنميل أو وخز أو شكشكة في القدم ده لازم يتوجه للطبيب إحنا بجينا في العيادة نوع من المرضى اللي هو جاي الأول بالتهاب الأعصاب الترفية وما فيش أي جروح في رجله وده بتلحق بطرق كتير لكن المريض اللي بيستنى لغاية ما يفقد إحساس القدم ده ده بيحصل عنده طبعا مش حسس بقدم فبيحصل فيه جروح بتشك بيتعمل يعني ما بيحسش حتى بالألم فده بييجي بمرحلة اللي هي الأول بقرحة دي ودي بنعالجها بإعلاج تحفظي بس بنعمله أشياء الأول نطمن على العظم أنه ما فيهش التهاب ولا حاجة وبعد كده بنطمن برضه على الشرايين إن هي الشرايين بتاعته كويسة لو الشرايين فيها مشكلة أو كسور بنعمله أشياء اسمها دوبليكس على الشرايين بنشوف الإنسداد فين وبندخل دلوقتي بأسطرة علاجية يعني بندخل زي بنجي موضاي عملية بسيطة جدا بندخل بواير نعاد الإنسداد ده وبندخل بعديه ببلونة نوسعه ونحط دعامة أو ما نحطش على حسب حالة المريض والمريض بتحسن تحسن تام بعدها المريض ده بيجي بحالة متأخرة طبعا بيهمل فيه مش حاسس بيجي طبعا بالتهاب جامد في القدم وطالع على الساق فده لازم ننقذ حياته اسمها لايف سيفينج لايف سيفينج ده لازم نعمل بترب أقرب يعني في أسرع وقت عشان ننقذ حياته لكن اللي بيجي بقدر طبعا بنقدر ان احنا نلحقه بطرق كتير طيب المشاكل يا دكتور أو الحاجات المبكرة لكشف الحاجات الخاصة بالدورة الدموية وكسور الدورة الدموية هو المريض بيبدأ يحس طبعا بيه ان هو مثلا بيمشي الاول كان بيمشي كويس دلوقتي بقى يقعد مش قادر يكمل الخطوات بتاعته مثلا لو سنه كبير بيروح على قد الحمام أو كده بتمشى في بيته فبيبدأ يقولك لا ده انا مش قادر اعمل حركة طبيعية بتاعتي أو مثلا لو كان شغال في مهندس أو كده وكان بتحرك كتير بدأ ان هو يقولك لا ده انا مش حاسس ان انا بقدر اكمل الحركة بتاعتي أو حياتي اليومية فده لازم يتوجه للطبيب ان هو يشوف طبعا ده بيكون عنده مشكلة في الشعيد قصور الدورة الدموية ده في الاول بنلحقه طبعا ما فيش جروح طبعا ممكن مشيه على علاج في الاول امن يا دكتور ما بيتلحقش قصور الدورة الدموية؟ لو حصل فيه طبعا الالتهاب الجامد وحصل فيه القدم كلها بيتملتهبة هو اهمل طبعا وسودة القدم خلاص شوفنا حالات يا دكتور مع دكتورة رانيا انه فعلا تم وجود جروح وتم علاجها ما هو الجروح اللي في الاول ما هو اول حاجة ده بيفقد الاحساس بيتجرها بيحصل فيه كرحة عنده الكرحة ده طبعا الجلد ده هو ده الطبقة الواقية للجسم اللي ما بدخلش اي مكروب طرمات جرح وهو فيه مرتة كتير بيتجرح وبيهمل كمان فيه ماشي من غير حزاء بيدخل مكروب بيدخل بقى بيمشي في العنسجة بيحصل فيه غير غرينا ده بنلحقه برضه لو جيه في الاول بننظف الكلام ده كله ومندينه مدات حيوية نوسع عشرين لو فيها انسداد وبيمشي عادي ومارس حياته الطبيعية لكن حتى اللي بيفقد اللي هو ان هو يروح للدكتور في وقت مبكر وفيه ده كتير كتير تقولك لا ده انا مش هعمل بتر ودعا للبتر والكلام ده كله لا البتر ساعات بيكون هو ده لايف سيفينج ده انا بحافظ على حياته وبمارس حياته الطبيعية طبعا بالتأهيل والكلام ده كله مع الدكتور احمد اتكلمك عن موضوع ده دكتور احمد المريض وصل لمرحلة يعني متدنية جدا من مراحل المرض والمريض دلوقتي محتاج ان هو يعمل بتر امتى يا دكتور الوقت المناسب اللي بيحصل فيه بتر تجنبا لبتر كمية كبيرة من القدم او جزء كبير هو البتر فانديم العيان اللي وصل لمرحلة البتر هو العيان اللي اهمل في علاجه اهمل في علاج التهاب العصابة الطرفية اهمل لما رجله وجعته ونملت وفقد الاحساس واتعورت ودخل فيها التهاب ممكن يا دكتور فيه بيشن يوصل لمرحلة دي كلها وما يلجأشه لدكتور بصفة انديم اول مرحلة الاعلام والتنميل بتكون شوية بتوجع العيان فهي اللي مزعجة اما مرحلة فقدان الاحساس فهي مرحلة مش مزعجة للعيان فماشي مش حاسس برجله فبيستهوم بيها فبيلبس حاجة دايقة يدوسها لحاجة تعوره دخل بقى في القدم السكان تمام فساعتها بيكون خلاص بقى الرجل التهابت المفصل بتاع الرجل باص خالص ما بقاش نافع العظم بقى سايب فمش نافع فان انا احسن لان اعمله عملية بتر بقى سرع وقت ممكن بدل ما يخش في مشاكل تاني هو في غنى عنها زي مشاكل زي ما دكتور رامد قال life saving دي جاء اول حاجة مشاكل تانية فاشل كلوي مشاكل تالتة ان البتر الليفل بتاعه يعلى بدل ما هو يبقى مثلا بتر تحت الرجبة بقى فوق الرجبة انه هو استنى وتأخر تمام بيحصل كمبليكيشن كتير قوي لما يكون جرح ومش بيلم وماشي على جرح كتير قوي مدة طويلة قوي قاعد له سنتين تلاتة بيعمل اي ما هو بيحصل مشاكل كتير قوي مشاكل في المفاصل مشاكل في اللعض زي ده المشاكل النفسية اللي هو بيعيش فيها طيب دكتور بتواجه يا دكتور المريد ازاي لوصل لمرحلة البتر ان انت تقوله ان احنا هتم البتر تأهيله ازاي اولا نفسيا وكمان يعني جسديا ان هو يتقبل موضوع البتر ويتقبل ان حالته مستدعية او محتاجة هي اول حاجة بس ان لازم العيان مايفتكرش ان عملية البتر دي نهاية العالم فما يقفش اقصاد الدكتور لما يقوله خلاص انا عملية البتر ان رجليك فيها غرغرينة هتجيب لك تسامم هتبوز جسمك لازم تبادر بيها ولو بدرت بيها هتقدر ان انت تعمل مراحل التأهيل بعد كده وهترجع لحياتك الطبيعي تمام هو المريض اولا في الفترة دي بيكون محتاج دعم نفسي لان هو بيكون تعبان جدا بيكون حاس ان دي نهاية العالم بالنسبة له مش عارف هيمشي ازاي متخوف من مخاوفه كتير قوي فيه متخوف من الالام اللي جاية الدنيا دامه تبقى زي صودة تمام احنا بقى بندعمه نفسيا كاول حاجة بنوريله عيانين مشيه بنفس الليفل بتاعه ولانه يرجع لحياته الطبيعية في اسرع وقت ممكن بدل ما هو قاعد سنتين تلاتة بيعالج في رجله لانه ده في خلال شهر بيرجع تاني ان هو يبقى ماشي تاني طب معانا فيديو يا دكتور كان توضيحي اكتر للتأهيل فيما بعد البتر لو يا جماعة بس نجهز الفيديو مع بعض نشوفه نشوف الفيديو مع بعض يا دكتور تشرح لانا اكتر باستفادة وبوضوح اكتر هو فان ده عيان ده عيان تحت الرجبة تمام ده عنده التهاب حاد ده عنده بتر في رجليه اليمين اه ده قريدي اه تمام المراحل التأهيل بتاعته ابتدت ازاي ابتدت اولا بمرحلة للرجل المبطورة اه تمام الرجل المبطورة دي اولا نقول امتى بيبتدي التأهيل بيبتدي التأهيل اصلا قبل العملية على طول التأهيل بعد العملية على طول فورا المفروض ان هو قبلها قبل العملية انا بدعمه نفسيا وبعرفه ازاي يتنقل من مكان لمكان من السرير للكرسي بس التنفيذ الفائلي بعد التنفيذ اللي في مصر التنفيذ اللي في مصر بيبقى بعد العملية تمام بعد العملية بيكون أنا عندي التأهيد بينقاسم لجزئين جزء للرجل اللي فيها العملية وجزء للرجل السليم الجزء للرجل اللي فيها العملية بيكون أولا أن أنا بعلمه إزاي يشيل الآلام اللي موجودة في رجل اللي عين بيكون حس بآلام مختلفة أول آلام اسمه آلام شبحي بيحس أن الرجل اللي فيها العملية بتخيلنها موجودة ووجعاة فعلمه إزاي يشيلها ده نفسيا يا دكتور ده جسدي يعني المرحلة النفسية خلاص أنا دعمته ووريته مرضى سابقين المرحلة الجسدية بقى إن أنا بمسك الطرفين رجليل اتنين الرجل الاولانية اللي فيها العملية بيحس فيها بألام ألم شبحي بيتخالين الرجلي موجودة ووجعة ألم عند نهاية العظمة مكان الجرح إزاي يشيله إزاي يربط رجله ببنداج كويس قوي بطريقة معينة إنه بحيث إنه ينزل كل السوالي اللي في رجله فالجرح يلتقن بسرعة فيقدر يمشي ده في خلال قدقية دكتور المدة بص يا فانديم ده من أول أسبوع بعد العملية المفروضة العيني بتدي تأهيله الجزء الثاني بتأهيل هو الرجل السليمة الرجل السليمة برضو مصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية لأن التهاب الأعصاب الطرفية هو سيستيميك ديزيز بيقصر رجلين لتنين تمام فالرجل السليمة فيها التهاب الأعصاب الطرفية فلازم أولا إن أنا أعالج التهاب الأعصاب الطرفية بالطريقة اللي دكتور راني قالت عليها زي إذن أنا بعالج المشاكل المتعددة اللي موجودة زي بتبقى عنده دايما مشاكل خشونة رجبة خشونة في الكتاف كل دي نتجة من مضاعفات مرض السوق زي إذن أنا بقوي عضلاته كلها بقوي عضلات في الرجل السليمة وبقوي عضلات في الرجل المفتور أنه يبقى جاهز لإستخدام الجهاز بأسرع وقت ممكن زي العيانين لهم إمتى بقى يا دكتور بيتم تركيب الجهاز أو الطرف الصناعي لباشن المريض بعد عملية تركيب الطرف في فانديم بينقسم إلى جزئين جزء تمبري جزء مؤقت وجزء دائم العيان بيلبس الطرف بعد أول عشر تيام من العملية تمام ليه بقى فيه ناس كتير يفهم أنه يلبسه بعد ست شهور لا ده غلط ست شهور ده لعني يكونوا تدمر نفسيا وتدمر عضليا وكل حاجة لأنه بلبسه بعد عشر تيام لأن منطقة التحميل بتاعت الجهاز بتبقى بعيدة خالصة عن الجرح بيلبس في الأول طرف مؤقت تمام بيمشي به ويتحرك به ويمارس حياته بعدين بنعمله الطرف الدائم هل يتبقى يا دكتور مؤقت عن الدائم بتفرق أن المؤقت لحد ما رجليه يثبت حجمها لأن الحجم المتغير تمام الحجم دايما أنه هيقل في دمور لأن الرجل حصل لها أمبيوتاشن الدمور ده دكتور تقيمة مدته بتكون قدقية بعد البدر يعني يا فندم لو هو رابط بنداج من أول عشر تيام رابط ربط ضغط بالطريقة اللي احنا بنقول عليها يبقى الدمور ده هيبقى آخره شهر تمام ويبقى ركب السابت الطرف السابت وهو رجل حياته في خلال شهر المهم أنه لازم يكتدي التأهيل من بعد العملية على طول ما يعديش الفترة الشهر اللي الجرح فيها يلتأم ما يعديهاش كده على الفاضي لأنه عديها الفاضي نفسيا هيبوز عضليا هيبوز المفصل بتاعه هاتبوز هيخش في مشاكل تانية أكبر بكتير قوي من هو والمركز يا دكتور بيكون متابع خطوات كلها أول بأول مع المريض من بعد أنا المركز عندي فندم احنا أهم حاجة عندنا أهم من الجهاز نفسه هو تأهيل الجهاز تمام يعني زي مثلا ببساطة كده أنه ندي لحضراتك العربية وحريك طرفيش تسوقي لأنه هدي حريك عربية وأعلمك السوق بتاعتي أي فهي أنت حضراتك فهنا هبنعمل تأهيل تأهيل مكسف التأهيل لمدة سبع ساعات يومية ثلاث مرات في الأسبوع في خلال شهر العيان بتاعي مهما كان وزنه سنه ضعف عضلاته بيكون قادر بإذن الله أنه يمشي وبيبتري التحميل معنا تدريجيا درجة درجة لحد ما يمشي نرجع لدكتور عماد كنا بنتكلم عن الكسور الخاص بالدورة الدموية وتم خلاص البتري مراحل البتري يا دكتور ممكن يعني يتسيطر عليها إزاي على أساس أنه أنت تتجنب أو تخلي المريض يعني تخليها تجنب المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد البتري هو يعني ده بيعتمد على المريض أنا شفته إمتى المريض لو جيه في الأول في البداية أنا ما عملوش أي بت في الأول يعني أنت إيرلستيج أنا بحافظ على حتى الضوافر بتاعتك أنا مش هشل لك أي حاجة اتأخر شوية لأ أنا بحافظ أن أنا أمشيك يعني حتى لو على الكعب أنا حقدر أمشيك على الكعب بحيث أن أنا أسيطر على الغرغينة الموجودة دي بعد كده هو عدى مرحلة الكعب أنا بحاول أن أنا أنقذ حياتك يعني لايف سيفينج البتري ده آخر مرحلة أنا بلجأش فيه حتى اللي هو جاي من عند دكاترة وبقوله أنه بت أنا بحاول أن أنا لو حتى فيه نسبة 1% أمد أن أنا حافظ على رجله بحافظ على رجله الدورة الدموية يتم الدورة الدموية والالتهاب الالتهاب بساعات بيكون أخطر من الدورة الدموية يعني التهاب جامد ده الدورة الدموية أنا وسعت الشرعين بس فيه التهاب جامد في القدم عمال شغال شغال ينقر في الرجل فده لازم أسيطر عليه لتنين مع بعض يعني ده لو عملت التنظيف لازم أعمل التوسيع العلاجات بتم إزاي دكتور غير بالتوسيع ما هو العلاجات لو هو الأول فيه التهاب ده بنظفه وبياخد مضاد حقيقة حجز في المستشفى ياخد علاجه ويزبط سكره الحاجات دي كلها من غير التوسيع هو لو هو عنده دورة دموية كويسة ما بلجعش للتوسيع لو عنده دورة دموية فيها كسور بلجأ للتوسيع اللي ما عندهش جروح وعنده كسور في الدورة الدموية اللي هو مش قادر يكمل مشواره بنعمله توسيع عشان يكمل مشواره أو بنديله مدكة الفتنين هل التوسيع يا دكتور ممكن يعني يحمي المريض من البتر؟ التوسيع بيحمي المريض ما أنا بقولك هو في مريض عنده أنا بلجأ للتوسيع امتى؟ لو في عندي جرح عايزه يلتقم أنا باعدة تنظيف الدم اللي هو وصل قليا فأنا بلجأ للتوسيع عشان الجرح ده يلتقم بصرع لكن مريض ما عندهش جرح وعنده كسور في الدورة الدموية لا بمشي على علاج وإكسرسايز يعني تمرين معينة ويمشي والأغذية والسكر يزبط وثلاث شهور بقيمه تاني بلاقي الدنيا كويسة معاه وبدأ انه يمارس حالة طبيعية بنكمل كمان ثلاث شهور والمريض ما بحتاجش أسطر ولو حالته سائت في الثلاث شهور يا دكتور لا يعني هو بيتابع معايا ما بيسوقش أنا بقوله لو في يعني مثلا انت برضو مش قادر تكمل مشوارك حاس ان برضو لو تحتت جرحت في خالي الثلاث شهور لا لازم عمل توسيع أنا بألجأ للتوسيع ده عشان الجرح يلتقم طيب ناخد اتصال من نور أيوة؟ أي نور تفضالي حضرتك معنا في الأستوج نور؟ اتمنى اتصرت قطع يريد توصل معنا تانية نور طيب حضرتك دكتور كرونتو بتقول ان هو في حالة الجرح بيتم التوسيع هل يا دكتور التوسيع ده فعلا يعني فعال ان هو ممكن في حالة الجرح ان هو يقي بنسبة كم في المئة؟ لا بيقي طبعا لو هو يعني مثلا التوسيع ده يعني الشريان مقفول أنا بوصله دم بدرجة كافية طبعا أي توسيع الشريان اللي هو حصل فيه يعني تصلوا في الشريان وكده ده بيرجع تاني لوضعه الطبيعي بس أنا بلجأ للتوسيع ده عشان أخلي الجرح ده يلتقي يعني بعد الأسطرة بتقعد لها فترة معينة ثلاث شهور ستة شهور على حسب الأدوات اللي استخدمتها في التوسيع وبعد كده بيرجع الشريان لطبيعته بس رحمة ربنا بيحصل فيه حاجة اسمها collateral circulation يعني الشريان ده بدأ يتقفل بالتدريج فحصل فيه الدورة يعني ربنا خلق شريان جانبي كده يعدي الانسداد ده ويوصله تمام فالشريان الجانبي ده ده كافي بيمشي حياته طبيعي جرح قافل خلاص ما بلجأش للتوسيع تاني تمام طيب نرجع لدكتور أحمد كنا بنتكلم بقى عايزة يعني نقطة معينة أنا كنت حابة أستفسر فيها يعني استفسر شخصي عن اختيار الطرف الصناعي المناسب للمريض لأن في بعض المرضى يا دكتور أنا شفتهم تعرضوا لعملية البتر لكن الطرف الصناعي بيعودوا سنين عشان يعرفوا يرتاحوا على الطرف الصناعي في بعض أوقات بيكون غير مناسب ليهم أو مش عارفين يستخدموه أو مش مرتاحين فيه مش عارفين السبب تمام هو اختيار الطرف الصناعي بيكون على حسب أولا الصحة العام للعيان على حسب وزنه على حسب مستوى البتر فين مش شرط إن أنا أختار سعر لأ أنا أختار ما يناسبني تمام يعني عيان كبير في السن لو فوق الرجبة نختار له رجبة ثابتة أو متحركة بإفت حاجة تقدر سيفتي حاجة أمان وحاجة يقدر يستخدمها بسهولة تمام هو أهم حاجة فإن نقطة نعيزة وضحها أهم من الطرف الصناعي هو تأهيل أطراف الصناعية بتبقى أنواع كتير قوي سواء ألماني سواء توركي سواء صيني سواء روسي أهم حاجة إزاي تعلم العيان هو يستخدمها تمام حتى أنا بوصل رسالتي حتى ليه العيانين اللي مركبين طرف ومش عارفين يستخدموه أنا أعرف إن أنا أأهلهم كيس قوي واستخدموا الطرف اللي هم عاملينه مع حد تاني يعني هو عدم الراحة داي دكتور ممكن ييجي من عدم الاستخدام الصحيح للطرف الصناعي طبعا يا فاند معادة من الاستخدام للطرف بشكل صحيح بيقدي إن الرجل التانية بتتصاب لأنه هو بيحمل عليها أكتر فالرجل التانية بتحصل لها جرح إنها بتبقى مصابة بالتعاب لعصاب الطرفية فتدخله في كومبليكيشن أو مشاكل تانية كبيرة طب المريض يا دكتور بيكون عنده زي حالة من الهستيريا إن الرجل التانية تصاب في أي وقت أو يتم تعرضها للبتر زي الرجل التانية طبعا طبعا حالة دي يا دكتور يعني ممكن السيطرة عليها إزاي للمريض؟ السيطرة عليها يا فاند إن أنا بعمل تأهيل بشكل كويس قوي إن أنا أخليه حمل على الطرف أكتر ما يحمل على رجليه السليمة طبعا طبعا إما هيستغرمه بشكل كويس فهيقدر يمشي بشكل كويس فمش هيحمل على السليمة فمش هيجره لها حاجة تمام؟ وإن أنا بعمل تحذيرات الكويسة إن أنا أولا ما بحس بأي حاجة في رجليه بروح لدكتور الأواعيات ده موي بعالجه بعالج التهاب الأعصاب الطرفية بعالج خشونة الرجبة اللي موجودة بعالج خشونة المفصل الكتف إن أنا بعالج المشاكل المصاحبة لعملية البتر فالعيان بيترحم شوية من المصير الأسوأ يعني طيب معنا اتصال أستاذ سعيد أيها أستاذ سعيد اتفضل أستاذ سعيد أستاذ سعيد ياريت تتصل بينا مرة تاني واضح لاتصالات كلها فيها مشكلة النهاردة طيب يا دكتور كنت حضرتك بتتكلم عن موضوع الطرف الصناعي واختياره بالطريقة الصحية حضرتك كنت بتقول إنه هو بيعتمد على الوزن وبيعتمد على السن وبيعتمد على أكتر من حالة للمريض تمام يعني إن الطرف مش مجرد أن أنا بختار سعر لأ أنا بختاره لحسب العيان وبختار وزن الجهاز نفسه اللي ما يناسب العيان وقوته تمام فالطرف الصناعي اختياراته الفريشن بتاعته عالية جدا يعني مثلا لو شاب صغير لازم أجيب له ركب هيدروليك عشان إيغار يتحرك بيها يرجع لطبيعته ومعنا مرضى وأمثلة ليهم إنهما مشوا زي مثلا محمد الولد الشاب الصغير ده ده مركب أدم وأعلى لإقدام تمام وأدم ألماني لأنه هو سنه صغير 19 سنة ووزنه شديد شوية فمحتاج أدم تستحمله تمام يعني دمه العمر طويل طيب معنا سعيد رجع تاني لاتصال أيوة أستاذ سعيد تفضل معنا في الستورجيو أستاذ سعيد تفضل أيوة تفضل سواء عليكم وعليكم السلام سؤال حضرتك أيوة أستاذ سعيد نعم سؤال حضرتك ده إحنا عايزين للدكتورة مين الله يرضى عليك معلش حضرتك عايز الدكتورة مين معلش الاتصال واضح إن حضرتك يعني متلغبط متلغبط حضرتك يا دكتور كنت بتقولي على موضوع السن إن هو لو حد سنه صغير فمحتاج الطرف يكون يساعده على حالة النفسية أكتر إن هو يرجعه لحياته الطبية بشكل أكتر تمام أما لو عينت سنه كبير شوية فمحتاج حاجة أأمان شوية تمام مثلا لو فوق رجبة محتاج رجبة متحركة بإفرح عشان يقدر يتحرك بيها أمان وتقدر تشيله وتمشي بيه الوزن ده كله آه تمام طيب دكتور عماد يعني نصيحة كده لكل مرضى القدم السكري والأوعية الدموية اللي عندهم مشاكل في الأوعية الدموية تقولهم إيه يا دكتور ونصيحتك إيه ترتيبا للحالة؟ هو طبعا المريض يلاحظ لازم القدم لأنه طبعا بيوصل لمرحلة هو مش حاس بيها حد يشوفها له أو بمرأة يشوفها من كل يوم يغسلها كويس وينشف بين الصوابع وينشف رجليه ويشوف لو أي تغيئ في اللون في درجة الحرارة سواء كان سخنية أو سوقية جامدة لازم يتوجه لأقرب طبيب وطبعا يزبط سكره ده أي مريض سكره أنا بشوف مرضى فوق السبعين ومزبطين سكرهم كويس ما بيحصل لهمش أي مشكلة لكن طبعا جز إنه حصل مشكلة ممكن تتلحق ما يهملش في نفسه يقول سبوني ومش سبوني إنه دايما بيكون مريض كبير في السن وأهلهم اللي بيتوجهوا بيه للطبيب فرجاءا للأهل اللون المرض التغير في شكل القدم سواء كان إحمرار أو درجة الحرارة السوقية أو سخنية لازم يتوجه الأراضي وورم يا دكتور يعني لو فيه ورم الورم طبعا الورم ده مهم الورم أو التنميل أو الوخز أو الشكشك أي تغير في القدم لازم توجه للطبيب القدم يا دكتور اللي هي القدم اللي تحت القدم اللي هي الفوت الفوت نفسها إنما لو فوق شوية عند الرجب أو كده لغاية فوق عاية لازم يحس يعني أي تغير في المنطقة ويتابع طبعا لازم يتابع حتى لو ما عندوش حاجة يروح يتطمن الأشرين بتاعته كويسة حتى لو فيش أي أعراض حتى لو فيش أي أعراض أي مريض سكر لازم توجه للطبيب يشوفه ويكشف عليه ويعمل له متابعة يجيله ويتطمن عليه عشان نسبة النجاح في المراحل الأولى طبعا بتكون عليك لكن مرحلة متأخرة احنا بنحاول يعني زي مرتك التدريج الاول بنحاول نحافظ على القدم وبعد كده بنحافظ ان هو يلاقي حاجة يسند عليها وبعد كده بنحاول ننقذ حياته على حسب هو جالك امد دكتور احمد نصيحة كده بسيطة ليه بعد المرضى اللي هيتعرضوا لعملية البتر نصيحتي لهم اهم نصيحة عندي لهم ان هما ما يتأخروش اولا ما يعرضش الدكتور لو قاله قرار البتر انه خلاص شايف ان الدم ما بقاش وصل للرجل ان الرجل بقيت حالتها سيئة جدا انها هتأثر على حياته فهم ما يعرضش الدكتور النصيحة التانية انه لازم يبدأ التأهيل بأسرة وقت ممكن المفروض انه برا شغل بتاع اوروبا بيبتدي من قبل العملية بس الشغل المصري بيبتدي بعد العملية على طول لان الاسبوع بعد العملية لان الاسبوع ده في خلال الفترة اللي جرحه هيلتام فيها يكون هو جاهز لتركيب الطرف الصناعي تمام تمام بيقدر ان هو يرجع لحياته الطبيعية بأسهل طريقة ممكنة ويبقى جاهز لها ان شاء الله بإذن الله ودعمه نفسيا يكون احسن بدل ما يقعد وتبقى فيه مشاكل كتير ان شاء الله انا يعني مش عارف اقول لكم ايه والله يعني انا عن نفسي استفدت جدا من الحلقة نورتني يا استاذ احمد يا دكتور احمد ونورتني يا دكتور عماد وان شاء الله للحديث بقية بإذن الله ونشوفه في حلقات تانية ان شاء الله ونتكلم باستفادة اكتر عن الموضوع شكرا جيكو عزائي مشاهدين اتمنى الحلقة النهاردة يعني تكون يعني فادت شريحة معينة من بعض المرضى ان شاء الله اشوفكو في حلقة قادمة بإذن الله من برنامج لانك تهمنا اشوفكو على خير مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة